يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الرعي الرسمي المنتقب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم موبيليس معا نصنع المستقبل اخبار الرياضة من قناة الجزائر الدولية اهلا بكم يستضيف نابولي سهرة اليوم نظيره جيفانتويس على ملعب دييغو ارماندو مارادونا في قيمة الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الايطالي ويبحث نابولي عن تحقيق فوز يجعله يحسن وضعيته في الترتيب العام اين يحتل المركز التاسع باربعين نقطة فيما يسعى اليوفي لتحقيق الفوز والمحافظة على مركزه الثاني في ترتيب الكالتشو يذكر ان النادي سيد العجوز يحتل مركز الوصافة برصيد سبع وخمسين نقطة بفارق اثنتين عشرة نقطة عن الوصيف انتر ميلان لقد مررنا بوقت عصيب لم يكن شهر فيفري جيدا بالنسبة لنا لاننا حققنا خلاله فوزا واحدا فقط على فريزونوني الان نحن في مارس ونعمل ان يكون افضل من فيفري نحن بحاجة للحرس على ان يكون هذا الشهر افضل من سابقه كانت مباراة فريزونوني صعبة بالنسبة لنا استقبلنا هدفين كان من الممكن تجنبهما هذا شيء اخر نحتاج الى اصلاحه لقد استقبلنا خمس اهداف في اخر سبع مباريات واستقبلنا اربعة في اخر مبارتين لذلك يتعين علينا الدفاع بشكل افضل كفريق وانا فسنغادر نابولي بعظام مكسورة تتجه انظار عشاق الكرة الانجليزية امسية اليوم لمرعب الاتحاد الذي يحتضن دربي مونشستر بيت السيتي وضيفه مونشستر يونيتد في قيمة الجولة السابعة والعشرين من الدوري الانجليزي الممتاز مواجهة مثيرة وواعدة سيبحث فيها المونسيتي بقيادة بيب جوارديولا عن الفوز الاغير لمواصلة المنافسة على لقب الدوري فيما يسعى مونشستر يونيتد لخطف نقاط المباراة وتقدم الى المراكز الاولى لضمان مشاركة اوروبية الموسم المقبل سوف تكون مباراة في غاية الصعوبة يتحطم علينا ان نكون متوضعين ونحترم خصمنا لتقديم افضل اداء ممكن حتى يساعدنا ذلك على الفوز للبقاء في مركز منافس على صدارة الدوري يتفوق علينا ليفربول ولا يزال ارسلان ملافسا كما ان اسطنفيل قريب منه سوف نباشر مهمتنا اسبوعا بعد اسبوع حتى نحافظ على فرصة الدفاع عن اللقب هذا هدفنا مباراة منشستر يونيتد هي بمثابة نهائي ادرك انها ستكون مباراة صعبة ويتحتم علينا تقديم اداء جيد لانجاز مهمة في انجلترا دائما حقق ليفربول لمس السبت فوزا صعبا بهدف دون رد على حساب نوتينغان فوريست لحساب الجورة السابع والعشرين من الدوري الانجليزي الممتاز واستمر التعادل بين الطرفين الى غاية الدقيقة التاسعة بعد التسعين ليتمكن البديل داروين نونيز من تسجيل هدف الفوز مانح ناريتس ثلاثة نقاط ثمينة واصل بها في صدارة البريمير ليك بثلاث وستين نقطة بفرق اربع نقاط عن الثاني منشستر سيتي بينما تجمد رصيد اصحاب الارض في المركز السابع عشر بارضع وعشرين نقطة مباراة اليوم كانت اشبه بمباراة استون فيلا عندما اجبرنا على قلب النتيجة بهدف اندرو روبرتسون وكان بامكانه ان يسجل في الشوط الاول هو ما كان ينبغي علينا فعله اجد فريقي يقدم اداء جيدا بشكل متواصل وكان التسرع في الهجمات سمة واضحة لكنني معجب بما حققناه هدف المباراة كان غاية في الاهمية ومنحنا ثلاثة نقاط انه هدف حاسم وخاصة بالنسبة لداروين نونيز فهو يستحق كل ما ناله لعبنا اربع مباراة في احد عشر يوما وسنصل الى خمس مباراة في خمسة عشر يوما وهو امر صعب للغاية على فريقنا ولا يمكنني وصف مدى صعوبة هذه المواجهات وقواتها في هذا الوقت القصير هذا صحيح وإلى اسبانيا حسمت عادو الاجابي بهدفين في كل شبكة مواجهة فالانسيا وضيفه ريال مادريد صارت السبت بملعب الميستايا برسم الجولة السابعة والعشرين من الليجة وتقدم أصحاب الأرض بهدفين في المرحلة الأولى عن طريق أوغو دورو ورومان ياريمشوك في الدقيقتين السابعة والعشرين والثلاثين تواليا ومع ختم المرحلة الأولى قل صاريال النتيجة عن طريق فينيسيوس ثم عاد النجم البرازيلي مرة أخرى في دقيقة السابعة والسبعين ليعدل النتيجة للميرينغي وعرفت المباراة إشهار حكم اللقاء البطاقة الحمراء لجود بيلينغهان في دقيقة التسعين بعد احتجاجه على هدف لم يحتسبها إثر إعلانه صافرة النهاية قبل تسجيل الهدف بثانيتين لدي الآن شكوك بشأن ذلك كان لدي إحساس بإمكانية خسارتنا المباراة لأننا لم نلعب جيدا في الشوط الأول ثم نمى لدي إحساس في النهاية أننا فزنا بها ولذلك ليس لرأي محدد بخصوص إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء أجل كان اللاعب جود بيلينغهام واضحا فيما قاله كان بالطبع قريبا منه بعد أن تم نقض الهدف وذلك بعد ترديده لعبارة نابية لكنه لم يرد من ذلك مطلقا الإساءة للحكم لنرى ما سيتم كتابته في تقرير المباراة في أخبار الكرة الإفريقية يستضيف اتحاد الجزائر نظيره سوبر سبورت يونيتد الجنوب إفريقي بملعب خمسة جوليا في الجزائر العاصمة أمسية اليوم لحساب آخر جولات دور المجموعات من كأس الكاف ممثل الجزائر يحتاج إلى نقطة التعادل لتصدر المجموعة الأولى مع نهاية مرحلة المجموعات يذكر أن الاتحاد ضمن بلوغ الدور الربع نهائي في الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة ساعيا لمواصلة رحلته في الدفاع عن لقبه القاري فيما ودع سوبر سبورت يونيتد المسابقة من الجولة الخامسة قاد الثناء ليونيل ميسي والويس فاريز نادي إنتر ميامي لاكتساح أولاندو ست سهرة السبت في الجولة الثالثة للدور الأمريكي لكرة القدم وسجل سواريز تنائية في المرحلة الأولى وأضاف تايلور الهدف الثالث للفريق في الدقيقة التاسعة والعشرين قبل أن يضيف نجم الأرجنتيني هدفين في المرحلة الثانية ليصعد إنتر ميامي بهذا الفوز لصدارة المجموعة الشرقية بسبع نقاط من ثلاث مباريات أحرز العداء الجزائرية سر تريكي ميدالية فضية في نهاء الوثب الثلاثي ورقما قياسيا وطنيا قدره 17.35 متر ضمن البطولة العالمية لألعاب القوى داخل القاعة الجارية بيغلاسجول إسكوتلندية وتعد فضية تريكي الثالثة للجزائر تاريخيا في ألعاب القوى داخل القاعة بعد برونزية عثمان بالفاع في الوثب العالي باريس 1985 وذهبية نوردين مورسلي في سباق 1500 متر بإشبيليا في إسبانيا سنة 1991 هذا وعرف يوم السبت تحطيم عدة ألقام قياسية في اليوم الثاني لبطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة التي تستضيفها مدينة جلاسجول إسكوتلندية العداءة الهولندية فامكا بول حطمت الرقم القياسي العالمي لسباق العدو لأربعمائة متر إذ فازت به في 49 ثانية متغلبة على مواطنتها لايكا كلافر التي احتلت المركز الثاني وسجل العداء الأمريكي جرانات هولواي رقما قياسيا جديدا لبطولة العالم داخل القاعة بفوز ليلة السبت بسباق عدو الحواجز لستين مترا كما سجلت الأمريكية سانت بير رقما قياسيا في سباق العدو لثلاثة ألاف متر وكانت ذهبية رجال لسباق العدو لثلاثة ألاف متر من نصيب البريطاني جوش كير ونالت مواطنته مولا جودري ذهبية منافسة القفز بالزانة من جانبها أحرز جوليان ألفريد أول ذهبية لبلادها سان لوشيا في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة بفوزها بسباق العدو لستين متر ختامه الموعد الرياضي مشاهدين الأفاضل للمزيد من الأخبار تابعون عبر مختلف النصات الرقمية ظاهرة أسفل الشاشة السلام عليكم قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الرعي الرسمي المنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم موبيليس معا نصنع المستقبل